ونمشي بهذا النقاط اللي ذكرت الآن الله رحبوا سيدة خديجة بطبيعة الحال يعرف العالم اليوم بمختلف وطبيعة الحال دوله أزمة عالمية مردها جائحة قورونا على تيبر أن هذا الوباء أو هذه الجائحة قد عمت دول مختلفة من المعمور بطبيعة الحال هذه الجائحة تسائل ترسل قانونية في عدة دول حول مدى وجود قوانين مؤطرة أو قوانين نظمة وحاضنة لفترات الأوبئة أو الجائحة بشكل عام بطبيعة الحال بشكل مسبق عندما نتحدث عن المغرب نتحدث بطبيعة الحال عن المرسومين الأخيرين وهم المرسوم رقم جوج 2092 وكذلك المرسوم متعلق بسن أحكام خاصة بحالة طوار الصحية وشراءة إعلان عنها وكذلك المرسوم 2293 المتعلق بإعلان حالة طوار الصحية بسائل أرجاء التراب الوطني للموجات تفشي بيروس كورونا من طبيعة الحال هذين النصين هما نصين حديثين نصين تزامنة مع فترة الجائحة مع فترة هذا الوباء لكن المغرب يعرف من خلال مجموعة منصوص القانونية ذات الصلة إطارا قانوني من الممكن القول لأنه إطار حاضن لمثل هذه المستجدات صحية أو وبائية على المستوى الوطني إذا عدنا للترسانة القانونية نجد على أنه في تاريخ طبعا الحالة في تاريخ قديم جدا بتاريخ 28-1914 يعني أكثر من 100 سنة صدر ظاهير شريف بنفس التاريخ متعلق بوجوب تصريح بالأمراض المعدية والمنقولة هذا الظاهير تم تغييره بظاهير شريف آخر بتاريخ 24-1925 وهذا الظاهير المتمم والمغير ينص على أنه يجب على كل طبيب وكذلك على قابلة على كل طبيب وقابلة أثناء التوليد أن يصرح للسلطة المحلية بكل مرض من الأمراض المعدية التي قام هذا المرسوم بالتنصيص عليها على سبيل المثال تحدث هذا المرسوم عن مرض الحمى المعدية التيفوس تعرض لمرض الجدري تعرض لمرض الحسبة ما مصطلح عليه بحمرون في المغرب بالتالي كان هذا المرسوم بمتابة تأسيس قانوني لهذا الإطار الذي يمكن أن يؤثر وضعية الوباء أو وضعية الجائحة في المغرب متابعة الحالة هذا المرسوم هو مرسوم جدا متقدم وكذلك متقدم في الزمن ومتقدم كذلك من حيث إجراءاته الحمائية التي تخول السلطة المحلية اتخاذ تدايبات الاحترازية من أجل الحد من تفشي الأمراض والأوبئة هذا الضهر كما قلت لأنه صادر بتاريخ 28 يناير 2014 ومتقدم بتاريخ 24-24-25 كذلك إذا قمنا باستقراء المنظومة الشريعية أو المنظومة القانونية في المغرب ذات الصلة بشق صحي يمكن كذلك أن نجد القانون الإطار رقم 34-09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض الإلاجات هذا القانون يعتبر على أن التضامن وإشراك الساكنة في مسؤولية الوقاية والمحافظة على الصحة والمعافاة من المرض مبدأا رئيسا من أهداف المنظومة الصحية بشكل المتقبل مع الحق في الصحة وتنوص المادة الثامنة من هذا القانون الإطار رقم 34-09 على أنه يتعين على كل شخص مراعاة قوائل الحماية الصحية العامة التي سيتم سنها وفقا للمادة السابعة وأنه يجب على المصالح الصحية العمومية في حالة إصابة شخص بمرض منقول يشكل مخاطر وبائيا على الجماعة إخضاعه طبقا للنصوص الجريعية والتنظيمين جاري بها العمل للإلاجات والتدابير الوقائية المناسبة لحفظ الصحة ويمكن أن يتخذ عند الاقتضاء نفس الإجراء إذا الأشخاص الذين يخالطهم بالتالي نجد كذلك هذه المادة التي ذكرت من القانون 34-09 المتعلقة بالمنظومة الصحية وعرض الإلاجات كيفما قلت على أنها تركز على مبدأ التضاهن وكذلك مبدأ إشراك الساكنة في مسؤولية الوقاية والمحافظة على الصحة والمعافاة من المرض كممدار رئيس لأهداف هذه المنظومة وكذلك تؤسس لالتزام الحجر الصحي كذلك وليوجوب خضوع المواطنين والمواطنين لهذا الحجر بالتالي المؤحدة لأنها لكعدة نصوص قد تكون متداخلة وقد تكون كذلك مؤكترة بشكل أو بأخر لفتر الحجر الصحي تعززت هذه الترسانة القانونية مؤخرا بصدور المرسومين السليفي الذكر وهما المرسوم 2292 والمرسوم 2293 وهما المتعلقان بسن حالة الطوارئ الصحية بسهر أرجاء التراب الوطني استناد المدى الرابعة من المرسوم الأول بتبع الحال تم وضع حقوبة زجرية وقع حقوبة كذلك سالبة للحرية جراء مخالفة قواعد الحجر الصحي بتبع الحال نلاحظ لأنه كان هناك اندماج أو كان هناك تعايش تدريجي للمواطنين ولمواطنين ما أحكم هذا القانون على اعتبار أنه قانون إلى حد ما يمكن القولة لأنه ربما صدر في الظرفية مفاجئة أو في الظرفية استثنائية تعرفها المملكة بالتالي كانت تحكمه كذلك استثنائية وطبع الحال يتراعي بشكل أو بآخر أن يكون الحجر الصحي مطبقا في كافة أرجاع المملكة